بحضرتك متخص في أشياء التركي إيه أبرز ملاحظات حضرتك على البيان الختامي لهذه الزيارة والوفد المرافق لسيد الرئيس خلينا نتكلم أن هذا البيان الختامي الذي خرج لهذه الزيارة يؤكد على مجموعة من النقاط أولا أن مصاري العلاقات بين القاهرة وأنقرة يثير نحو نقلة نوعية لما يشهدها منذ عقد تقريبا من الضمان أيضا التغير في نمط اللهجة والبيان يؤكد على أن هناك نوع من التغير في شكل العلاقات بين القاهرة وتركيا هذا التغير يصحبه حالة من طعمق العلاقات نظرا لعدة عوامل أولى هذه العوامل بدء المفاوضات أو المشاورات الاستكشافية في عام 2020 تلا ذلك لقاء السيد الرئيس عفتاح السيسي بالرئيس التركي عام 2022 على هامش قمة أو منديال قطر تلا ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس أردوغان إلى القاهرة لتحسين العلاقات مع القاهرة وتحدثت حينها وتحدثت حتى البيان الختامي أن هذه الزيارة بمثابة فتح مجال جديد للعلاقات المصرية أيضا النقاط الهامة هو مجالات التعاون التي تتم وهذا يضعنا أمام تصور أن حينما كان أردوغان هنا في القاهرة وتحدثوا على رفع أو ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية دون أن تبرم اتفاقية شراكة استراتيجية على اغرار الاتفاقيات التي أبرمت مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين أيضا هذا الأمر كان لابد من استكمال أو استئناف هذه المرحلة وهو من خلال زيارة السيد الرئيس عفتاح السيسي وربما كان هناك اجتماعات كثيرة سبقت هذه الزيارة كان آخرها في أغسطس في زيارة وزير خارجية المصري لأنقرة والحديث حول أطر هذه الزيارة وما هي الاتفاقيات التي ستبرم هذه الاتفاقيات شملت مجالات عديدة أو خلينا نتكلم على قطاع سياحي قطاع أمني قطاع سياسي اقتصادي حتى وحول التبادل وزراعي وتكنولوجي كل هذه المجالات أو القطاعات تؤكد على نقطة واحدة أننا أمام تطور ملحوظ في العلاقة قد نشهد في المستقبل برام اتفاقيات شراكة استراتيجية بين البلدين إضافة إلى ذلك فكرة النقاشات أو الملفات التي نقشت يعني لو نظرنا إلى البيان الختامي أو الملفات التي نقشت هي ملفات تعالي قضايا جوهرية خاصة أن أصبحت القضايا في الشرق الأوسط هي مرتبطة ببعضها البعض متشابكة وربما يكون حالة التشابك بينها يصعب فكها كلا على حد وبالتالي نجد أن كان في البيان الختامي هناك حديث حول القضية الفلسطينية وربما هذا كان متوقع بصورة كبيرة أن يتم التطرق حول القضية الفلسطينية باعتبارها هي القضية المركزية للدولة المصرية وإن أخذنا سياق الكلمة التي قالها السيد الرئيسة في التحسيس هي قضية أو أولوية الأولويات لدى الدولة المصرية ذات أولوية أولى في الأجندة المصرية إضافة إلى ذلك التوجه نحو تعميق أو تحثين علاقات بشأن عدد من الملفات أو بصورة أخرى فكرة تهدئة الملفات في المنطقة